أعلن مسؤول والإنقاذ اليوم اقتصار عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص الذين تعرضوا لانهيار جليدي في شمال إيطاليا على طائرات الهيليكوبتر والطائرات المسيرة نظراً لاستمرار خطر تساقط الجليد والصخور وبعد يومين من حادث وقع يوم الأحد لا يزال 13 شخصاً في عداد المفقودين فيما تأكدت وفاة سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بعد أن فوجئ متنزهون بانهيار جليدي تسبب في سقوط أطنان من الحطام إلى الأسفل من جبل مرمولادة الذي يبلغ ارتفاعه 3343 متراً